موس جو المدينة الكندية الجميلة حاليا فتحت أبوابها لطلب ضفعة جديدة من المهاجرين عشان يعيشوا جوه المدينة ويستقروا المهم يكون عندهم نية الاستقرار داخل المدينة لو عايز تعرف أكتر تابع الفيديو ده للآخر يا صباح الفل أهلا وسهلا بيك عزيز المتابع يارب تكون بخير موس جو مدينة كندية من المدن الصغيرة اللي داخلها تابع برامج الهجرة الريفية والشمالية طيب إيه برامج الهجرة الريفية والشمالية دي سريعا دي برامج معمولة ل11 مدينة صغيرة فأكتر من مقاطعة مختلفة البرامج دي معمولة عشان خاطر توفر لأصحاب العمل والمصانع والشركات والمطاعم داخل المدن دي عمالة طيب يوفرون المعملة ليه المدن دي مدن جاهزة للحياة فيها كل الخدمات بس المدن دي بالنسبة للسكان الأصلين أو السكان العايشين في كندا هي مدن صغيرة فكله بيدور على مدن تكون أكبر شوية عشان يعيشوا فيها فبالتالي المدن دي عشان الدنيا فيها ما تقعش والنظام الضريبي فيها ما ينهرش لازم الدولة كانت تتدخل وتعمل حل فعملت برنامج الهجرة الشمالية والريفية اللي هو عبارة عن أن صاحب العمل هيجيب حضرتك تشتغل معاه وتستقر أنت وأسرتك كل ده في مقابل إيه؟ في مقابل أن أنت تفضل قاعد جوه المدينة وما تحاولش أن أنت تخلي الدنيا طقع بس هقولك على نصيحة كده سريعة دستوريا في كندا مفيش حد ولا حتى رئيس مجلس الوزراء يقدر يقعدك في مدينة معينة أو مقاطعة معينة طالما أنت معاك الإقامة الدائمة أو معاك الجنسية فأنت تقدر بعدما تخلص أوراقك بعد سنتين مثلا تستقر في أي مدينة تانية وغيرك هيدور وهيخش ياخد فرصة في نفس المدينة اللي أنت دخلت عن طريقها طيب مطلوب مني إيه؟ مطلوب من حضرتك تعمل شير للفيديو ده على أكبر مساحة ممكنة تعرف تعمل عليها شير عشان يوصل لأي حد بيدور على فرصة زي دي وتبقى ساهمت في ناشر معلومة مفيدة وكمان أكيد السبسكرايب بتاعك مهم جدا لأن الفترة الجاية فيه شوية فرص ممتازة هتنزل الكومنت بتاعك بنجاوب عليه بكل حب وأكيد اللايك بتاعك بيبسطنا صلي على الحبيب يلا بسرعة نخش نشوف فرصة النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم في البداية مش عايزين ننسى إخواتنا في قطاع غزة وإخواتنا في بلسطين من صالح دعاقنا ويارد تفتكرونا بدعوة طيبة معنا إحنا دلوقتي على الموقع الرسمي للمدينة نفسها بس خليني قبل ما أبدأ شرح أقولك أن كل حاجة هتحتاج مننا شوية تعب في الأول تعب في لم الأوراق، تعب في إثبات نفسنا المهم إن بعد التعب ده هنلاقي نفسنا وصلنا لمكانة أو مكان المكان ده بالنسبة لنا أفضل من المكان اللي إحنا كنا فيه وبنحاول نوصله تعال بقى سريعا كده ندخل نبص على إيه هي الشروط اللي مطلوبة مني عشان أقدر أسافر عن طريق المدينة الجميلة أو دي المدينة دي قسمت الناس لاثنين أو نوعين أول نوع اللي هو حاليا مقيم مؤقت وموظف داخل جوه المدينة تاني نوع اللي هو أصلا مش بيعيش جوه المدينة وعايز يجل وعملت مجموعة خطوات قالت إن اللي عايش جوه المدينة في خطوات من دي هو مستسنى منها إنما اللي جاي من برة هيعمل كل الخطوات دي طيب إيه بقى الخطوات دي عم باسم بص أنا مترجم لك بيقولك أول حاجة لازم تستوفى الوظيفة دي المعايير والتعليمات الوزرية عشان تكون مؤهلة طيب إيه المعايير دي؟ مبدئيا لازم يكون الراتب بتاعت بدوام كامل مش وظيفة اللي هي تبقى فريلانس ولا وظيفة بعقد زورات تاني حاجة قالك لازم يكون الراتب بتاعت ما يقلش عن الحد الأد تالت حاجة لازم تكون صاحب العمل هو اللي باعت جايبك دي الشروط اللي مطلوبة منك طيب الشروط دي صعبة مش صعبة خالص لو عرفت إزاي أوصل لصاحب العمل وقنعه بيا تمام دي أول حاجة تاني حاجة قالك الخضوع لعملية فحص صاحب العمل يعني صاحب العمل لازم يعمل معك انترفيو وارد يطلبك إن انت تقابله لو وظيفة حساسة يطلبك إن انت تروح تقابله وممكن بعدما تقابله ما تتقبلش كمان بس طبعا ده مش بيحصل يعني فخلينا نقول إن هي تبقى مقابلة وان تو وان عن طريق الانترنت ثالث حاجة لازم حضرتك تكون عندك عرض عمل مؤهل يتعين عليك انت وصاحب العمل إن انت تتملو النموذج بتاعه اللي موجود في الخطوة رقم ثلاثة صاحب العمل هيفتحها وهيملاها بعدما تخلص النمازج دي هتخش في إن انت تجمع المستندات المطلوبة منك طيب إيه المستندات المطلوبة؟ منصق العمل بيطلب منك إنك تبعط له المستندات دي على إيميل معين اسمه info at musjo rnip.ca المستندات دي بقى إيه حضرتك؟ عرض التوظيف والجدول اللي انت ماليته وطلب نموذج مرشح اللي انت برضو ماليته والنمازج الداعمة النمازج الداعمة أو الوثائق الداعمة اللي هي هتبقى شهاداتك وشهادات الخبرة شهادات اللغة الشهادات الجامعة مو ترجمة لو معاك شهادات الجامعة أو شهادات المدرسة لو معاك شهادة مدرسة وأي شهادة انت شايفها مش مهمة أو ورقة انت شايفها مش مهمة وارد تكون هتنفع ليك فبالتالي ضموها للملف بتاعك وقايمة التحقق من المستند اللي هي القايمة اللي انت فيها بتعلم من الأوراق دي موجودة بعد كده بيبتدوا يتواصلوا مع حضرتك هاتصلوا بيك أو يعودوا معاك ده من المقاطعة نفسها طب هما بيتواصلوا معاك ليه؟ هما بيعملوا انترفيو عشان خاطر يشوفوا حضرتك عندك النية تستقر داخل المدينة ولا حابب تيجي عن طريقنا وايه؟ تخلع فبالتالي لازم تثبت لهم ان انت عندك النية طيب هقولك نصحتين ثلاثة تعملهم عشان خاطر تثبت لهم ان انت عندك النية لو معاك أولاد اسأل عن المدارس داخل المدينة وخليك عارف حاول تخش على النية تجمع معلومات عن مدينة ميس جو عشان خاطر تبقى عارف البيانات بتاعتها وكمان حاجة مهمة لو ليك صاحب أو قريب أو صديقة أو ايا كان نوع العلاقة فأي مدينة تانية أو أي مخاطعة تانية حاول ما تقولهاش وحاول ما توضحش النقطة دي لغاية لما توصل بالسلامة بعدما بيعملوا معايا الميتنج أو الانترفيو ده ويتأكدوا مني اللجنة بتجتمع شهريا كل شهر هيجتمعوا عشان خاطر يعملوا حاجة من ثلاثة يا إما يوافقوا على طلبي يا إما يخلوا الطلب بتاعي قد الانتظار لأنه هما لسه متحققوش مني يا إما يرفضوا الطلب بس طالما قاعدوا معاك وانت أقنعتهم يبقى ان شاء الله يبقى المرحلة اللي هي موافقة الطلب طيب هيتوافق على طلبي منسق الهجرة بقى أو منسق البرنامج هيكلمني ويعرفني القرار وبعدين هاخد منه حاجة اسمها التوصية من المجتمع التوصية دي بتدخلني فيزا ست شهور خلال الست شهور دول هكون أنا قدر تأخذ إقامة دايما يعني أنا هقدر أقدم طلب إقامة دايما قبل ما يخلص ست شهور هتبدأ ترجع لي الأوراق بتاعت الإقامة دايما وبكده حظ موفق للجميع أنت معاك عرض العمل بتاعت ومعاك تصريح العمل تقدر بيهم أصلا تيجي كندا طيب هل أنا لو كان لسه ما وصليش عرض العمل وصلي طلبات الإقامة أو وصلي كارت الإقامة على الإيميل بتاعي أو جواب الإقامة على الإيميل بتاعي هقدر أسافر بيه أه هقدر أسافر بيه أيهم أقرب بس خلينا نقول إن عرض العمل هيوصلك أسرع خليني أكون واضح معك طيب أوكي دي الخطوات يا عم باسم إيه بقى الشركات وفين الشركات ده موقع اسمه ساسك جوبس هتلاقي فيه السرش ده في كل الوظائف اللي موجودة في مدينة موس جو هتخش تختار الوظيفة بتاعتك وتبدأ تبعت لهم السيرة الزاتية بأوراقك وتبدأ تتواصل مع كل أصحاب العمل اللي انت شايف إن انت هتنفع معهم طيب أنا عشان أعرف الناس دي هعمل إيه أو أنا الناس دي عشان تبصلي ما هو فيه ناس كتير أو هتبعت لها يا عم باسم بوس يا باشا فيه نظام جديد اسمه نظام ATS النظام ده هو بياخد SV بتاعتك بالمواصفات بتاعتك المواصفات الكندية لأن هي بيكون لها ترتيبة معينة عشان كده هتلاقيني برضو سيبلت في الكومنت المثبت طريقة عمل SV المقبول في الشركات الكندية النظام بتاع ATS ده بيعمل إيه بقى؟ بيبدأ يفلتر SV هات دي كلها يشوف SV اللي مش نافع ده نظام بالAI جديد هو قريدي بيجنبه فالHR بيبدأ يشوف SV هات النافعة بس إيه المميزات اللي هتخليه شوف SV بتاعي؟ مبدئيا يكون ماتشنج مع الوظيفة اللي مطلوبة تاني حاجة تكون الخبرات اللي موجودة عندي أو الخبرات اللي أنا حضرتها تنفع وتمشي مع الوظيفة دي تالت حاجة يكون لو فيه أي شهادة داعمة محطوطة في فايل بي دي اف ما تحطش صورتك في SV اوعى تحط صورتك في SV هترتب التعليم بتاعك من الأحدث للأقدم هترتب الخبرات بتاعتك من الأحدث للأقدم وأول حاجة فوق هتبقى بياناتك الشخصية اسمك إيميل للتواصل الإيميل ما يكونش إيميل معمول اللي هو سقر الجارة والحاجات دي يكون إيميل بإسمك أرقام تليفوناتك وعنوانك عنوانك بيبقى فيه رقم المنزل والمدينة والبلد وكمان بيبقى فيه عنوان الشارع بتاعك وكمان بتحط إلى صندوق البريد بتاعك اللي هو الرقم البريدي اللي يقدر يوصلك عليه رسالة عشان لو الرسالة مش هتوصل على الإيميل وهتوصلك على الرقم البريدي كل الحاجات دي بتتحط فوق وبعدين بتنزل تحط التعليم وبعدين بتنزل تحط الخبرات وبعدين بتنزل تحط الهوايات لو أنت عايز ده كده بالنسبة للسي في بتاعك هتبعد بقى حضرتك الكلام ده كله لأصحاب العمل اللي في الموقع اللي قدامك ده دلوقتي وتبدأ تتواصل معك كل وتشوف إن شاء الله مين اللي هيبعت لك بمجرد ما اتبعت لك أول عرض عمل وعلى فكرة بتبعت بسهولة جدا أنا والله أكتر من مرة وأنا بقدم مع الناس اتبعت لي كذا حاجة وكملت معهم ووصلت معهم لإنترفيو بس أنا وردي ببقى مش عايز الوظيفة يعني أنا ببقى وردي أنا مش محتاجها فبالتالي ما بكملش المهم أو الفكرة إن هي بتوصل وعلى فكرة أكتر من حد بعت لنا في القناة قال إن هو وصل له عقود عمل وقال إن هو خد الفيزا حمد الله رب العالمين وفي فيديوهات قديمة إحنا نزلنا سور لفياس بعض الناس يعني عشان إيه الناس كانت مش مصدقة ساعد فأنت دور وقدم والطريقة دي صدقني سهلة جدا المدن دي بتبقى أكتر بساطة في إن هي تدخل الناس لها لإني قريدي الشعب مش عايز يروح هناك وصاحب الشغل كده كده غصب عنه عايز يستقر عايز يدخل موظفين فلازم كده كده هيعين حد فقدموا توكل على الله وربنا هيكرم شكرا إن شاء الله نقابل حضراتكم في فرصة جديدة سلام عليكم